وفي اليونان إلى أين يأول مصير الشباب المهاجرين بطريقة غير نظامية والباحثين عن حياة أفضل ومستقبل آمن فقد لقي 78 مهاجرا غير نظاميا على الأقل حتفهم غرقا في وقت مبكر حسب ما أفاد خفر السواحل اليوناني فيما يخشى أن يكون هناك مزيد من المفقودين بعد انقلاب القارب قبالة السواحل الجنوبية لليونان وفيما أعلنت أثينا عن إنقاذ أكثر من مئة شخص وأن حصيلة الضحايا هذه تبقى الأكبر منذ بداية عام عشرين ثلاثة وعشرين بالتالي أعلنت الحداد على خلفية هذه الحادثة المؤلمة نتابع الفيديو يسابق هؤلاء الطباء والمسعفون الزمن علهم ينقذون الرجل الممدد على النقال إن حدث سيكون من بين قلة ممن لم تبتلعهم المياه إثر غرق مركبا يحمل مهاجرين قبالة السواحل اليونانية لا حصر بعد لأعداد الضحايا وهم بالمئات بين غريق ومفقود بحسب ما أفاد أحد الناجين للسلطات اليونانية إنه وضع مأساوي وصعب للغاية فهناك عدد كبير جدا من الغرقة عدد كبير جدا ربما لم نشهده أبدا من قبل المركب كان قد انطلق من مدينة طبرق في ليبيا ووجهته إيطاليا لكن الأمواج غيرت وجهته قبل أن يغرق في المياه الدولية على بعد نحو ثمانين كيلو مترا من بلدة بيلوس اليونانية ليلة الثلثاء الأربعاء حادث تصفه الأمم المتحدة بالمأساوي هناك سبيل وحيد من أجل تأمين طرق آمنة وتجنيب الأشخاص الذين يقومون بهذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر والقضاء على العصابات هي أن تعمل بلدان الأصل وبلدان العبور وبلدان الوجهة معا وبحسب خفر السواحل اليوناني فإن الناجين جاءوا من سوريا وباكستان ومصر وسيتم نقلهم إلى مخيمات للمحاجرين قرب العاصمة أثناء ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر